ويسام لازم يتثبت شوية؟ يعني دايماً هو مارسي الكولر بيروتيت في قصة المعلمين دي تحديداً كهربا شوية مودس شوية ويسام شوية ويسام لازم يتثبت شوية؟ يتثبت؟ آه طبعاً آه طبعاً وكهربا لازم يلعب كهربا لازم يلعب؟ طبعاً إزاي؟ لعب ياخد وقت أولئي الأوي ولعب مهمة جداً جداً كهربا لعب مهمة جداً في ناجل آلي آه في وجود وسام أبو علي الكهربا ياخد إزاي لأ يلعب طرف مش لازم يلعب طرف يا راس حرب يلعب طرف آه عندك 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 حلول كتير كهربا يلعب في حلول أماكن كتير طب ما هو داي خلينا سأل لك عشان هو أجرب كهربا قبل كده في الطرف بس هو الفكرة كهربا في الطرف هيديك أدوار دي فعية قويسة وانت أدوار دك همدرب الجنح بالنسبك ده مش مهاجم بس أنا دايما نقول للناس اللي طراف بالأخص إيه إنت عندك خناقة بالضبط يجب وصف ليها عندك خناقة مع الباكين بتوعك يعني هنا باك وهنا باك وانا طرف بلعب على الباكليفت الخناقة هنا بتقول إيه القلم السابق سابق يعني إيه القلم السابق سابق لو أنا رحت عليه أنا كطرف وروحت مرقصه مرتين تلاتة وعامل كورتين وعامل قال هيعمل هو إيه وقف مجرد ان هو وقف انت خلاص اللي قاب بتاعك اللي أنا أصلا مفروض ده دفع عليه خلاص هو وقف مش عامل لقلق لو سبته هو اللي يهجمك بإيه طول الوقت عملت دافع ومش عارف آه فهمتك وانا مش لازم يدفع ان انا دافع أنا لازم يدفع ان انا أخوفك فلو عديت منك مرتين وعديت هنا فانت وقف بقى يعمل مشروح آه مشروح فانا واقف فهنا انت خلاص انت دفعيا انت وقف بس منظر انه هو مش يجيلك لانا هو قلق منك فالحاجات التفاصيل دي ده دوره لو كهربا عامل قلق في الحتة دي خلاص يا رجل هي يثبت واي مدير فني في الدورة عندنا او اي فرقة بتلعبها واول ما ترقص طرقسة من طرق معينة او من جنبه معينة هيقول اول حاجة هيقولها اللي اوقف ما تطلعش ده اول كلمة هتسمعها صح فعشان كده انا دايما نقول لقلق لقلق السابق سابق خدوا واحدة او اتنين وهيوقف مش هيتطلع بينا وكهربا يقدر يعمل ده لو لعب جناح بكريم فؤاد واني نسيتهم يعني وفرة كبيرة لا فيه طبعا انا قصد ان كهربا يعني هو بينزل بس بينزل وقته قليل اوي يعني تخمس دقائق دي تلات دقائق كلام ده صغير جدا عليه طب انت وصفت لي وسامة ابو عائلة ازاي مفيد في مركز اللجوم كهربا مفيد ازاي انت بتشوف كهربا ازاي لعيب بص فيه لعيبة مؤمن زكراية مؤمن انا مؤمن وكهربا بالنسبة لي شبه بعض في اللعب دايما هتلقوم في الثمانتاشر خطر جدا ودايما في كرة في الثمانتاشر بتروح لهو يعني كل ممكن تلاقي الناس كلها في الثمانتاشر تسيبي الناس كلها وتروح لكهربا او مؤمن مكان مؤمن في النادي الآي فالاوقات في الثمانتاشر فيه لعيب زكي بيعرف يروح في الاماكن اللي هتعمل مشكلة هتعمل لك خطورة فكهربا بالنس دي فانا بوصفتولك كمان بشكل مؤمن عشان هما كانوا الاثنين عندهم الحتة دي حتة ان انا دايما في الثمانتاشر كرة تسيبوا تسيبي الناس كلها وتروح لكهربا حلو قبل ما الوقت يخلص عايزة لك على المواجهتين أمام الترجي التونس شايفهم ازاي يعني انا بقول 80% منهم خارجيا برا الملعب و20% جوة الملعب التحضرات ازاي بقى 80% 80% ان اللعيبة تبقى مركزة مفيش حاجة اعلامية ملاش مفيش حاجات ملاش معنا فيش حاجات مش وقت بقى حركات والكلام اللي هو اللي بيطلعنا في فيلم هندي ده ونقعد نبني عليها أفلام وموضوع كبير وما فيش حاجة أصلا ايوة فخلاص بقى بقى بلاش انا عامل الموضوع الصغير يعني انا برضو العيب كبير افهم ان بلاش الصغير بالمناسبة تقصد الاحتفالات سواء كان محمد عامل ومستوى بشاري بس انا انا حتى قلت كده مبارح ما تعملوش الحاجة اللي تحتمل معناين بص الاحتفالين غلط عشان احتملهم معناين الاحتفالين غلط لا ليهم معنى ولا ليهم توقيت مش فاهمينه محاش فاهم فانا اعمل حاجة حتى لو انا نيدي كويسة ما تعملهش ما بلاش ان هي الكويسة في الحاجات الحركات تقل انك كويسة في حاجة تانية صحيح ان انا اهتبطة على الاي بشي اللي عيب اعمل حاجة دي مش فانا مش محتاجين نطلع بره التلاك بتاعك خالص كنادي اهلي ان نطلع في اي حاجة جانبية هيتقال كلام هناك وهيتقال مواضيع مش بتاعتك ركز في شغلك التصرحات اقفل التصرحات ركز في شغلك عندك دوي شغال ركز في ماتشاطك ونقفل حتة الاعلامية اللي ممكن تعمل لك طيب